السلام عليكم يا أحباب شفية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى إلقائكم هذا الفيديو وانتما في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوته اليوم غادي نحطوه أحد الوصفة خاصة بالصوفة ديال العيد الصوفة ديال العيد كثير من الناس غادي يستفدوا منها إلقتي وحطريف على أساس هدك الشي اللي بغيتي بغيتي الزواج بغيتي القبول بغيتي أنك تبخري بها على حسب الحسد والعين والطاقة السلمية أو أنك تبخري بها على العكوسات إذن اليوم قووا معي في هذا الفيديو حاولوا تخلونا لايك وتدعمونا وتفرحونا بلايك انتم استند لتنعولوا عليكم باش الفيديو يطلع إذن أحبابي الفيديو ديال اليوم مهم إلا بغيتوا تخدموا به من فيه إلى شركيات لاتشي حاجة فيه غير طقوس مغربية طقوس اللي كانوا تديروها زمان الصوفة ديال العيد الأضحى ديال الكبش اللي عيتوا به إن شاء الله تأخذي الصوفة إما من حوله وحي أو تخذي حتى يدبحوه وتخذي واحد شوية الصوفة على النية اللي بغيته ولكن كين الناس اللي تياخدوا واحد المرسو منها وتيخليوه على أساس يتبخروا به دائما إما تيدي يتبخروا به يوم الجمعة مع المعاة على حسب التابعة أو الناس اللي تيديوا معاها الحرمل إلا كان عندهم الصدع تيتبخروا به الناس اللي كان عندهم الدري تيبكي بزاف تيحطوا شوية القطران الرقيق أو الغلاد ومعا الحرمل والمعاة وتيبخروا هادك الطفل إلا كان تيبكي بزاف بدون سبب إما تخطى وإما شمشي حاجة تيديوا لهذه الصوفة على نية طرد هادك شيء اللي شايف الدري إلا كان تيبكي أما اليوم ما غدين أعطيكم بعض الوصفات دي القبول البنت اللي بغى أنها تزوج وبغى أنها تفتح نصيبها وتجيب الخطاب إلى العتابة أول حاجة غادي تبخري بها في أي وقت من غير العين مهم تأخذي تحصلي على ذيك الصوفة ذيك الصوفة تبقى عندك بمتوصلها موالو غير تبقى عندك حتى تبغي أنك تزي قبول ديالك في أي وقت بغيتي ولكن توجد العشوب اللي غادي نعطيك وغادي إن شاء الله بحول الله تكوني إيجابية وربي سخر لك جنود الأرض والسماء يكونوا لكم عون ومعين إن شاء الله يعني البنيات اللي بغين الزواج أو بغين يحلوا العقدة ديال التعسير إلا كان عندك تعسير كان عندك مشاكل ديال الزواج عندك عوارد أو عندك مشاكل ما سيتخلوش الخطاب دائما عندك نحس في جلب الخطاب كده بعد الأحيان تكون شي حاجة بسيطة تديريها أو تتروحي عند أي شخص يتبخر وتبخرتي معه تيجي بالله السبب هذا البخور جامعك أو هذا البخور كان من ناصيبك إذن ديروا الأسباب والأسباب بيدي الله الله اللي تيعطي والله اللي تقلع وسبحان الله إلا درتي السبب ما فيه لا شركيات لا والو غير قلتي باسم الله وتوكلتي على الله رب يغي يسخر لك أول حاجة الناس اللي عندهم تعسير ياخدوا شيط الصوفة والحرمل ويقروا على المعودتين ويتبخروا بها الناس اللي عندهم تعسير الناس اللي عندهم مشاكل ديال التابعة هتأخذي سرغينة تكوني شريتي أقبل من العيد وغالي تبخري مع الصوفة ديال العيد يوم الأربعة أو يوم السبت ماشي ضروري تبخري يوم العيد تخودي الصوفة واحتفظي بها تيجي يوم الأربعة أو يوم السبت وتكوني حصلتي على الحرمل شريتي من عند العطار اخذي واحدة جدراهم وتبخرتي بها يوم السبت ويوم الأربعة أما البنت اللي بغى تحمل قبولها معها على نية أنها اللي شافها يبغيها الزواج وتكون مشرقة وتكون سبحان الله يكون عندها واحد نور على الوجه ديالها هذيك الصوفة لله غادي تاخدها ترشيها بالريحة الريحة ديالك وغادي تحطي فيها حب العشق خمس حبات ديال العشق وغادي تحطي فيها خمس حبات ديال لوبان الزكر وغادي تحطي فيها خمس شعيرات ديال الزعفران حر غادي تحطي فيها إن شاء الله بحول الله وقوتي قطعة مسك وسبح حبات ديال قرنفل وسبح حبات ديال حرمل وقطعة شبا وغادي تفتحيها وتديريها في واحد بابيالي من يوم تحلي هذه الصوفة وتحطيها بابيالي من يوم وتحطي هذه العشوب وانتي تقرأي البسمة الشريفة هتقرأي بسم الله الرحمن الرحيم 19 مرة وتصلي على سيد الخلق 17 مرة وغادي تقرأي اسم العزيز 100 مرة غادي تقرأي اسم البديع 100 مرة وهتقرأي اسم النور 100 مرة إذن عدنا اسم البديع اسم النور غادي تقرأي كل شي اللي ذكرت الأسماء اللي ذكرتهم كلهم غادي تذكرهم مئة مرة اسم العزيز مئة مرة إذن عندك اسم النور اسم البديع اسم النور النور باش ينور لك وجهك اسم البديع غا يبدع لك وجهك سبحان الله غادي يكون عندك العز باسم العزيز وانتي هكذا غا تنفتي ضروري تنفتي على ذيك الصوفة وغا تجمعها في منديل أبيض وتحطيها بابي المنيوم وتهزيها إما تقدري تهزيها بحملة الصدر وإما تهزيها إليك تغل تهزيها بحملة الصدر غادي تدري لها منديل أخضر بدون بابي المنيوم وتدري واحدة رزيمة وتبدي تهزيها تعكدها في حملة الصدر كنتي بغيتي تهزيها في المحفظة ديالك أو الصاك غادي تدريها على حسب المحفظة ديالك أو الصاك ديالك الحقيبة هي المحفظة الحقيبة هي الصحيحنا نقوله في المغرب وحاولوا أنكم تديروا هذه الوصفة تكوني على وضوء دائما الوصفات التي تكون داخل في القرآن خاصكم تديروهم على وضوء غاية بيتها تحت راسك رشيها بلها بالريحة وخليها تحت راسك ثلاث أيام بعد رفعها معك قولي بسم الله اللهم سخر لي سخر لي أولاد آدم أولاد حواء اللهم سخر لي نساء ورجال باش يكون عندك قبول فيما مشيتي غادي يكون عندك القبول وتكوني عندك هيبة وقبول وتكوني مسرورة الخاطر الباب اللي دقيت عليه غايتفتح بإذن الله ولكن دائما اليقين والكتمان على نية السطرة باش القبول ديالك ينجح معك أما الناس اللي باغين أنهم يحيدوا به النحس عندهم النحس غادي تبخري غادي تاخذي واحد القطعة على حسب ثلاث قطعة صغار وغادي تبليهم كل مرة غادي تاخذي قطعة وتبليها في الميعة وتحطي معاها شوية الحرمل وتبخري بها تبخري بهذيك القطعة دي الصوفة مع الميعة مع الحرمل تقولي من تبدي تبخري طرط النحس والزيت السعد طرط النحس والزيت السعد غادي تبخري وانتي تتخطي المجمر وانتي تقولي طرط النحس والزيت السعد على نية أنك بغيتي تجلبي السعد دائما البنت لبغا تجيب خطاب أو تطرد النحس لك أنت بغا تطرد النحس تبخري حدى العتبة وباسمي حل الباب شوية وخلي هذك النحس وحل النوافد خلي هذك النحس يروح حاد سبيله بحيلة خرجتي هذك النحس من النوافد والباب إذن الناس اللي بغيين يتبخروا دائما على الزواج دائما يتبخروا حدى العتبة إذن الصوفة إلا بغيتي الرزق وبغي تتزي واحد شوية معاك في الحقيبة ديالك يكون عندك رزق حطي فيها شوية السنوج قرأ عليها المعودتين آية الكرسي حطيها في منديل أبيض ألوحيها في الحقيبة ديالك سبحان الله العظيم إلا قرأت عليها إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ 27 مرة وغادي توضعها في الحقيبة ديالك أو في المحفظة ديالك سبحان الله ما تعرفيش الرزق من يجيك هذه الوصفات شعبية ولكن مع القرآن زدتها جمال في جمال إذن كملوا كملوا هذه الوصفات واللي عجبته شي وصفية ياخدها على نية طرد تابعة على إسكاة الطفل اللي تيبكي أو القبول أو البنت اللي عندها نحس أو الولد اللي ما تيشتغلش يهز قطعة صغيرة مع قطعة كبريت ويزمعه بعدما يقرع لها صورة الشرح سبع مرات ويرفعها معاه في واحد القطعة ديالبابياليمنيوم ويديرها ويديرها في شقه الأيمن على نية شرح الصدر وطرد النحس وطرد الشياطين اللي تيسبوا له توقيف الحال إذن حبابي هذه الوصفات كلهم رائعين غير أنكم ديروهم بيقين وتكونوا على طهارة واستعنوا بالخالق واللول استعنوا بالطاقة ديالكم استعنوا باليقين والتسبيح والأذكار والله المستعان على كل شيء حبابي ما بقى اليمن نقول لكم إلا الله يسخر لكم ويعونكم واشركم بروكة حاولوا تدعمونا وتبرتجيوا هذه الفيديوهات لعله وعسى ينفعوا الناس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة